السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا جمعة مباركة على الجميع بعد الدعاء بإذن الله في موضوع مهم بدي أحكي فيه فإراد الجميع يسمعوا لأن هذا الشيء رح ينعكس على القناة كاملة إن شاء الله تعالى اللهم افتح بيني وبين رزقي ونصيبي وسعادتي وتوفيقي فتحا مبينا وأنت خير الفاتحين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله الرزاق سبحان الله الرزاقي ذو القوة المتين اللهم ارزقني رزقاً واسعاً عاجلاً مدراراً مباركاً وغير حالي لأفضل حال يا رب اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر أول شيء جمعة مباركة على الجميع وكل عام وأنتم بكل خير إن شاء الله وينعاد علينا وعليكم سالمين قانمين بإذن الله وربنا يتقبل الطاعات من الجميع أول أمر إن شاء الله ابتداء من الغد رح يصير في عنا حلقتين الحلقة نفسها هاي اللي أنا بذكرها كاملة تاعت التوقعات رح أقسمها لقسمين القسم الأول اللي هو الأخبار الفلكية والزوايا الفلكية والشيء اللي له علاقة بالطب والعمليات والسعودة ونحوسة الكواكب اللي هي المقدمة الأولى رح تكون في حلقة لحل والقسم الآخر رح يكون فيه توقعات يعني رح تنقسم الحلقة من النص والسبب إنه أول شيء كثير من الأشخاص بيسمعش المقدمة يروح بيسمع الأبراج فهذا بيأثر على الحلقات يعني بيأثر على الحلقات عند اليوتيوب إنه هذا محتوى يعني غير مرغوب فيه هيك بيشوفوا اليوتيوب هذا طبعا نوع من أنواع الأشياء اللي بتضر القناة وأشخاص للأسف الشديد إنه بيسمع الحلقة وبأخذ المحتوى وبروح بيغير عليه وبيحكي على إنه صاحب المحتوى وعادي ممشينها يعني أنا ممشي له ممشيها لمجموعة يعني فمزاجي عادي جدا فهاي القسم يعني رح أقسمها لقسمين وحتى الأخبار الفلكية لتتعلق بالكواكب رح تصير تنزل قسم لحلها يعني ما رح أدمج الحلقات مع بعض رح أقسمها تقسيم ابتداء من حلقة يوم السبت إن شاء الله تعالى عشان الكل ما يتفاجأ في هذا الموضوع فعشان هيك يعني ادعونا بالتوفيق وشغلة الدعاء اللي ضجوا عليه كثير من الأشخاص إنه قلبتها شيخ وقلبتها دين وقلبتها مش عارف إيش لا هاد ولا أشخاص عادي جدا ما بيرتد عليهم صحيح إنه في أشخاص بعتولي بدهم يردوا عليهم وأنا طلبت إنهم ما يردوا عليهم نوع من أنواع الاستفزاز أول إشي هذا دين اثنين هاي القناة اسمها قناة سعيد والنع لا اسمها للأبراج ولا اسمها لأي إشي أنا مخصصه أنا حر إن شاء الله بدي أنزل فيها رقص ما حدا إلو فيه والعياذ بالله طبعا حر أنت حر روح افتح قناة ونزل اللي أنت بدكية مش عاجبك الدعاء مش عنه استفزك الدعاء روح مش عنه في نسبة استفادت من الأدعي اللي نزلت وهي الأدعي خصصت لشهر رمضان فقط لا غير احنا كل جمعة من نزل دعاء ومعنى إنه أنا بدخل الدين بالتوقعات وهذا آآ آآ ديني أنا هذا ديني دعائي ولله عز وجل وبتقرب فيه إلى الله عز وجل اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه اللي في سلامة إذا أنت عندك مشكلة مع رب العالمين أو مشكلة مع الدين هذا توجهاتك ما بتقدر تفرضها علي واللي بقول قلبتها شيخ ليش أنت شو بتعرفني يعني قاعد معي قبل هالمرة وعارف أنا شو توجهاتي وشو اللي بعمله في حياتي لما تكون عارفني وقاعد معي اذكر قول والله أنا قاعدت معاك في البار لفلاني في المرقص لفلاني شفتك وانت بتعمل كذا كذا بس مش تيجي تكتب العبارة هاي وتتركها للكل كل واحد يخمن على مزاجه وبرضو موضوع اه احنا بعثنا لك وانت أساسا بطبيعة الحال برمضان وغير رمضان ما بترد اه ما برد لأنني أنا كاتب تحت رقم تليفوني عند رقم تليفوني الاتصال للضرورة القصوى شو يعني او للشيء الملح شو يعني يعني مريض عندك عملية استشارة حياة وموت موضوع مؤرق وفي خسارات وفي فشل ودمار اما تسألني عن برج وتسألني عن طالع طبعا انا حطلك روابط تحت بتقدر تنزل عليها وتسمع الحلقة بعينك الله عشر دقائق بتتعلم انت تستخرج الطالع لحالك وتعرف مواصفات البرج والطالع تبعك لحالك وهيني بذكر الزوايا خذ الزوايا واسقطها انت على الحلقات على الخارطة تبعتك بتعرف الزوايا هاي شو معناها هاي حلالة خارطة الفلكية وموضوع ان انا قديش بدك انا بتفعلك اول اشي انا ما باخد فلوس وما بدي فلوس وما بدي دعم من حدا وفي الاوقات اللي طلبنا فيها هالدعم نحكي عنا شحادين فبطلناها هاي سكرنا هالدكان موضوع كمان يعني انا عندي والله موضوع كثير والله في الايام الماضية سجلت كثير كثير بقيت بدي احكي واعود اتراجع عند المونتاج وقول له اشطب اشطب كل الحكي انا ما بدي نزل ولكن لا زادت الامور زيادة عن اللزوم يا جماعة الخير ايش في ايش في انا واحدة بتبعتلي قبل فترة انا نفسي اخدمك واساعدك انا موجودة بالسعودية وعلى اساس انها دكتورة بقولها انا بدي كاميرا ويب كام جيبي ليها معاك وبحسبك عليها سألتني سؤال ما جاوبت عليها مسحت في الارض اه انت بقدك تستغلني في الكاميرا انت بقيت بدك اه يا نصاب يا حرام يا محتال لا بدك مصاري بدك اصرف عليك ايش في يا جماعة وثاني اشي انا ليش بردش على الناس بردش على الناس لانه معظم الناس اللي انا جاوبتهم في منهم سبوا علي في القناة في منهم ناس هاجمتني في القناة يعني مش شكرني لا هو شكرني في البداية انت واستاذه كبير وبتابعش غيرك وبحبك ومش عارف ايش وهذا ولما جاوبت الجواب فيش كم من يوم سبوا علي على القناة وما بتزبط توقعاتكم ما زبطت معي توقعاتكم ليش طب ليش اغلب حالي يعني في ناس انا بجاوبهم اه وفي ناس انا بسأل عنهم وفي ناس بعثولي وهم بقطعوني وانا برجع كل فترة بتفقدهم حر انا عملني باحترام بعملك باحترام انا بشوفك زي ما انت بتشوفني بتشوفني محترم بشوفك محترم بتشوفني مش محترم بشوفك اوسخ واحد على وجه الارض خلينا نروح على توقعاتنا يعني عيدية ما كان لازم انها تطلع بالوقت هذا ولكن كثير انضغطت انا معلش اعذروني وانا اسف جدا واللي بدي اطلع حسي يقولك انت وهو متعجرف ومتكبر ولسانك صليط على متابعينك والكلام الفاضي هذا بالله خليه لحالك اعمل لي بلوك واطلع مع السلامة بدون ما تسمعني هالكلمتين لاني مش ناقصك كمان انت اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة واحد وعشرين نيسان ابريل طبعا القمر موجود في برج الثور وايضا اليوم عندنا تراجع العطارد القمر الان موجود في منزلة الثرية وهي منزلة اللي هي موعد الحلقة بث الحلقة اللي هو مساء يوم الخميس وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسب لإظهار اي شيء ومناسب للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة الثمانية واثنين وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها على منزلة الدبران يعني أغلب اليوم رح يكون القمر في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الهقعة وهي أيضا منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج الأسحار والسموم والدم الفاسد والأمور هاي وغيرها ومن عدم من الأفضل العدم البدء بأي شيء جديد بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثاور معناته منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثاور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكننا مناسبة أو مشاهدة التلفاز أو زيارات عائلية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا أول زاوية هي اللي إحنا منذكرها اللي هي زاوية التربع السلبية اللي بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 28 أربعة وولنا بسبب هاي زاوية بثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوتنا وبرضو في أشياء ممكن نعملها الضر بصحتنا وبرضو الفترة هاي عملية الاستشفاء من الأمراض بتكون بطيئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد المريخ وهي إيجابية وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم 28 4 طبعا عادة عند حدوث أي اتصال إيجابي بين عطارد وبين المريخ بسود شعور عم بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبانا وبتشجعنا في القيام بالمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري وبتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي رح تكون تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثة خمسة بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وبتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب برضو هاي الزاوية بتساعدنا على النجاح وبتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وبرضو بتعطينا نوع من أنواع النجاح في العمل وعلاقاتنا بتصير جيدة أكثر مع الأبا أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم الزاوية اللي رح تتشكل اليوم فعنا كلها بتأثر طيلة اليوم من منتصف الليل ولغاية ساعة المساء أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي رح تكون ذروتها الساعة أربعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر برضو بتزيد من شجاعتنا وحماستنا وبرضو هاي بتعطينا هيكي يعني وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة أهم نقطة إنه ديروا بالكو بس من العصبية لأنه اليوم بداية تراجع عطارد وبدأت تأثيراته فعشان هيك ابعدوا عن العصبية وعن الحدية بالطباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون قبل التراجع تقريبا بنص ساعة يعني الساعة ثمانية وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينج هاي زاوية رغم إنه عطارد توقف تقريبا بنقدر نحكي بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبرضو بتزيد من خيالنا وبتقوي ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءة للتجارة وبصير فيه نوع من أنواع ثقة بالنفس أكثر وبرضو بتتألق بفضل سهولة تعابيرك ولكن برضو مننبه على موضوع العصبية برضو أنا من اليوم أنا أمعصب أساساً وهي النتيجة يعني فديروا بالكم للعصبية بعد هاي الزاوية مباشرة وإنه بعد بنصف ساعة في عنا بداية تراجع عطارد في برج الثور طبعاً الحلقة موجودة على القناة اللي بدو يحضر تأثيرها على كل برج لحال وإيش اللي السلبيات وإيش المحاذير للموضوع يسمع الحلقة رح يبدأ التراجع الساعة ثمانية واربع وثلاثين دقيقة من صباح اليوم واحد وعشرين أربعة ورح يستمر التراجع هذا لغاية صباح يوم خمسة عش خمسة ومعنى هابدو يرجع للحركة الأمامية في برج الثور ويظل في برج الثور لغاية يوم احدى عش ستة ولكن فترة التراجع هي من يوم واحد وعشرين أربعة لغاية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون الساعة 12 وتسعة دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش هاي زاوية برضو بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو غير متوقع وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والفن والميل لكل شيء مدهش وغريب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين تفاحة آدم طبعا بالنسبة لهذا اليوم أيضا لا أنصح بإجراء العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية جدا لكن إذا كان في مجال للتأجيل لغاية يوم الأحد أو ما بعد يوم الأحد بيكون أفضل طبعا هذا اليوم يعني بدأ فيه شوية بيتعلق في أمور التجميل ولكن ما بنصح بالأشياء الدقيقة في التجميل يعني مثل الجراحة أو الحقن اللي ما إلوه داعي يعني لو بيصير للتأجيل بيكون أفضل أما هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالأدوات التجميلية يعني خصوصا اللي هو اللي بعانوا من غزارة أو كثافة الشعر وبدهم يبطئوا منه هذا اليوم لا يصلح لهذا الموضوع إزالة عادية ولكن عند ما يصير القمر بدر وما بعده يصلح لإزالة الشعر الزائد بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثاور خلو المسار القادم بيبدأ يوم السبت 22-4 بيبدأ في تمام الساعة 3-41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 10-10 صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمر يوم في تمام الساعة 3-41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بيصير عمر يومين نسبة الإضاءة 4% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21-5 منتحس بنسبة 30% القمر في الثور حتى يوم 22-4 منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 30% أطارد في الثور بده يبدأ بالتراجع وتراجعه رح يستمر زي ما حكينا اليوم 15-5 منتحس الآن بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-5 منتحس بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% وأورانس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية هاي الفرصة بتكون مفاجئة وبتدخل تحسينات على ميزانيتكم بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا اهم اشي انك ما تضيع الفرص وضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول انك تناقش بوضوح الاهم انك ما تغامر بوضعك المالي لانه ما زال تأثير الكسوف موجود وتراجع طارد موجود فعشان هيك ما في داعي للمغامرات والمجازفات وانتبه على اموالك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعا من مركزكم الاجتماعي طبعا الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع اي شخص منافستكم بتقدروا تطوء من الماضي صفحة قديمة مثلا بترتفع المعنويات مجددا فترة نشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية وتعتبر من افضل ايام الشهر فعشان هيك حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وتخطي خطوة ولكن زي ما حكينا بدون تسرع وبدون عصبية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر استقر الان في برج الثور يعني بيت متاعبكم فعشان هيك هذا اليوم تحديدا لغاية بكرة يعني بتكون تصبروا لغاية يوم السبت وهذا يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح اعمالكم مكانها بتخيب اعمالكم لسبب او لاخر اهم شي انكم ما توقعوا على عقد ما تحسنوا امر فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهنوا عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ابتسعدوا من لقاء الاصدقاء اليوم وعندكم نشاط اجتماعي وممكن تستفيدوا من دعم بعض الاصدقاء لا لكم اهم اشي انتبهوا من ردات الفعل السلبية والعصبية والمشاكل مع الاصدقاء او التحسس من الاصدقاء كونوا مخلصين لصدقاتكم ووعدكم ممكن تحصدوا تأييد لا بأس فيه كثفوا ارتباطاتكم باستطاعتكم تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وبتفرحوا اليوم بانتصار مهني او اجتماعي برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم ولكن اهم اشي انكم ما تشوهوا سمعتكم باي تصرف طبعا انا الحكي اللي حكيته في البداية عادي ممكن يفتح علي حرب كبيرة وانا مش سائل فهيك طبيعة الاسد يعني فعادي عادي فعشان هيك اليوم بيحمل فترة فيها من عدة ضغوط على عدة قصيدة وبتكون هاي الايام تحديدا فيها نوع من انواع التوتر بتنتظرك مواجهة او ارتباط مهم ممكن يسبب لك نوع من انواع التوتر حاذروا من العناد والمشاعر السلبية والحمد لله كل اللي انا ذكرتك النسعيد كاين قاعد معي سبحان الله برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيصلكم خبر من بعيد او من خارج البلاد او من اشخاص مقيمين خارج البلاد وبعض موليد برج العذراء يا بينجحوا بسفر يا باتصالات بعيدة وبإمكانكم تعززوا او تتقربوا من احبائكم خلال هذا اليوم هذا اليوم بيحمل قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم تطمئن خواطركم فترة ممكن ترغب في خود تجربة جديدة فترة مناسب للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما ويعتبر من اجمل ايام الشهر اذا استغليته بدون عصبية وبكلام واضح برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا تم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية تعتبر هاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد اهم مش انك ما تغامر لا باموالك ولا توقع على عقود دون ما تتحقق منها بشكل كامل وحاذروا من النزاعات والتذمر والتمرد ولا تكفلوا حد ولا تدائنوا حد فلوس وقوموا بواجباتكم بشكل تام بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الان مقابلكم تماما فهذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء العاطفي او شراكاتكم بالعمل ولكن لان القمر مقابلكم طاقتكم ضعيفة فبتكوا تحافظوا على هدوء عصابكم نبرد صوتكم اكيد انه اليوم في بعض الضغطات او المتطلبات اللي ممكن تستفزك او تشعرك بالتعب والارهاق فحاذروا من تأزيم اي خلافات انتبهوا لصحتكم حاولوا انه يكونوا كلامكم واضح تفادي لاي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل الا انه عندك قدرة على انجاز الكثير من اعمالكم خلال هذا اليوم ولكن بتكون تنظموا جد والغذائكم واعمالكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر طبعا عندك اتصالات كثيرة عندك مسؤوليات كثيرة ان كان مهنية او عائلية اهم اشي انك تنظم وقتك بشكل جيد ممكن تهتم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدرتك على التحمل اهم اشي انك ما تشك بنفسك الا اهم تنتبه لعملك وتنتبه لصحتك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر في البيت الخامس يعني طاقة عاطفية عالية جدا لو لا تراجعوا طارد واثار الكسوف الا انه اليوم بترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني او تجميلي اهم اشي انكم ما تبلغوا بتجارب حظكم المالية لانه الحظ مش لصالحكم نهائيا انتوا على موعد مع مصالحة او لقاء ودي اهم اشي انكم تتجنبوا الانتقادات وتسعوا لتلطيف الاجواء بتستعيدوا صفاء ذهنكم وبتفاوضوا بمهارة وحاولوا اتمام العقود والصفقات التجارية ولكن بعد التحقق منها وتعاملوا مع احبائكم او ابنائكم بلين وبدون عصبية اليوم انت متوتر اي كلمة ممكن انها تستفزك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب عليها مسكنكم اليوم التركيز كله على البيت على العائلة متطلبات تصليحات وترميمات وهي الامور وممكن تعززوا الروابط العائلية اهم مش انك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الاجواء العامة فيها ضغط وفيها مسئولية فيها توتر فيها سوء تفاهم ممكن تكون على ارتباط مهم ما بيجوز الفشل حاذروا من المصاريف المنزلية والاعطال المنزلية ايضا برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم عندكو اتصالات كثيفة عندكو حوارات كثيرة عندكو يعني بتحاولوا تتواصلوا مع الجميع ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج لا نزهة قصيرة او تغيير جو او مشتريات وتسوق وبيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار وتتمتع بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف اهم ايش انك ما تسكت ولكن بدون عصبية وحدية يعني رد على جد الحدث بدعوك لتنظيم جدول اعمالك تفادي لأي اهمال او تقصير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء